عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات اللوجستية لاستضافة مصر لدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية للمناخ كوب 27 وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك تكلفات خاصة من الرئيس السيسي بإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة قدراء فضلاً عن سرعة تشغيل المشروعات السياحية كما كلف مدبولي بتيسير إجراءات الحصول على الترخيص الخاصة باستكمال الأعمال في المنشآت الفندقية والسياحية بمحافظة جنوب سيناء وذلك من خلال تشكيل لجنة برئاسة المحافظ تضم في عضويتها مسؤولي الوزراء والجهات المعنية